اشتركوا في القناة نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في حصتنا هذا وفي هذا البرنامج إن شاء الله تعالى عزائي المشاهدين أبناء الطلبة دائما مع حصتكم وبرنامجكم يا نشأ اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم في قصص الأنبياء نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل والأنبياء يعصمهم الله عز وجل قبل النبوة وأثناء النبوة يعصمهم الله عز وجل من الخطايا ومن الكبائر ويثبت قلوبهم على الإيمان لأنهم دعاة الحق كما كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوصف بالصديق بالصادق الأمين قبل النبوة كان يسمى بالصادق الأمين إبراهيم عليه السلام كان ينبذ الأصنام وهو شاب وهو طفل صغير لا يحب هذه الأصنام كان أبوه يسمى آزر إذ قال لأبيه آزر فآزر هو أبوه وهذا الأب كان يصنع وينحت التماثيل ويبيعها للناس ويجعلها أوثانا تعبد من غير الله عز وجل و لما نزل الوحي على إبراهيم عليه السلام بدأ يدعو قومه وكان من الذين دعاهم كان أبوه هذا أبوه الذي كان يزرع ويشجع على عبادة الأصنام ويصنعها وينحت الحجارة والأخشاب فكان بينه وبين والده حوار حوار إيماني فالابن النبي إبراهيم عليه السلام يدعو أباه المشرك الذي يصنع الأصنام يدعوه إلى الإيمان وأبوه متسلط متجبر يدعو ولده إلى الكفر ولم يقبل منه الإيمان ففي سورة مريم ذكر الله سبحانه وتعالى لنا مشهدا بين النبي إبراهيم الإبن والوالد الذي يدعو إلى الشرك نسمع هذه الآيات من الطالب محمد بارك الله فيك على القراءة الجيدة إن شاء الله تعالى إذن فكان يدعوه يدعو أباه إلى الإسلام وأبوه لم يقبل لم يقبل الإسلام ولم يقبل الإيمان فإلا حتى قال له لإن لم تنتهي لأرجمنك وهزرني مليا يعني قال لولده اذهب عني وابتعد عني لنبي الله إبراهيم عليه السلام لكن في يوم من الأيام كل الأمم وكل الشعوب وكل الناس عندهم أعياد يجتمعون فيها فكان لهم يوم يجتمعون فيه وهو عيدهم فالناس يشتغلوا بالعيد أبوه وكل الناس وسادة البلدة وأعيانها الناس الكبار هذوق هذا كالنهار لم يذهبوا إلى المعبد لأن المعبد فيه الأصدام كان يوم عيد وذهبوا إلى ساحة واجتمعوا فيها فإبراهيم عليه السلام دار خطة ذكية قال لك هما يشتغلوا بالعيد ونندخل عند المعبد نتاهم ادخل المعبد عليه الصلاة والسلام وبدأ يحطم الأصنام بفأس وعندما وصل إلى الصنام الكبير علق هذا الفأس على الصنام الكبير وراح فبدأ البحث شكوه هو اللي فعل هذا الشي شكوه اللي دار هذه المصيبة من هو الذي حطم الأصنام من هو اللي كذا عندهم هما هذه شريمة كبيرة أنك تحطم الأصنام فكان وحد الولد صغير شاف إبراهيم عليه السلام لما تخل المعبد شافه من بعيد فدلهم عليه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون جابوا قالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون أعطاهم الحجة قالوا من خاطئ كبيرهم هو الذي فعل هذا وكبيرهم هو الذي يعني الفأس عنده هو اللي حطم هذه الأصنام وعلق الفأس لكتافه فبهت هؤلاء القوم داخل ما استطاعوا أن يتكلموا ومن بعد قالوا هذا إبراهيم هذا راه يستهز بنا فقط ولذلك العتو انتاحم والطغيان انتاحم يجعلهم مزالوا يمشيوا في الخط انتاحم ماذا بعد ذلك قالوا أنت فعلت هذا بآلهة إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرشعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون في أنفسهم وبعد ذلك بعد ذلك لم يستحوا وبقوا في غيهم وفي طغيانهم ولذلك بعد ذلك قال لهم إبراهيم عليه السلام قال أفتعبدون من دون الله ما لا يذركم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يذركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون كيف تعبدون هذه الأصنام لا تنفعكم ولا تذر وبعض الآثار تقول أعزر هذا بابا كان يصنع الأصنام ويمدها الإبراهيم يقول له روح بيحا هو طفل صغير فيذهب إلى السوق ويمشي ويقول من يشتري هذه التي لا تذر ولا تنفع قيل أنه يعني ما يشتريها حتى وحد ويمشي ويقول لهم من يشتري هذه التي لا تذر ولا تنفع فلا يشتريها أحد ثم بعد ذلك يذهب بها إلى النهر يقول لها اشربي ودخلها روسها في الماء إذن فكان ينبذ الأصنام منذ صغره عليه الصلاة والسلام قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون بعد هذا فكروا في خطة وهي القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام حيط الواحد مختص في مهندس في ذلك الوقت قالوا له لازم تخدمنا حاجة اللي انطيشوا بها إبراهيم في النار أوقدوا نارا كبيرة نار كثيرة حتى أن الطير قيل أن الطير لما يعقب عليها في السميشوى ما يعقبش عليها بعد من بعيد نار كبيرة وقوية باش يديروا فيها إبراهيم عليه السلام وعندما يأخذون إبراهيم عليه السلام ويقذفوه في هذه النار لا يستطيعون لأن الحر التاع النار يحرقهم ما يقتلوش يلحوه فبالتالي اهتدوا إلى خطة شافوا واحد إنسان قالوا لازم تصنعنا المنجانيق المنجانيق هي عبارة عن خشبة طويلة قد تكون نخلة مثلا ويضعون فيها الإنسان ثم يقذفوه به هكذا باش تكون باش يقذفوه من بعيد باش هما ما يتحرقوش وفعلا قاموا بصناعة هذه الآلة التي تسمى المنجانيق ووضعوا فيها إبراهيم عليه السلام مقيدا مقيد من يديه ومن الجليه من الجليه عليه الصلاة والسلام ثم قذفوه فيها فجاء في وسط هذه النار قيل أنه لم يحترق منه سوى القيود هذه الحبال ليرابطينه بهم رجليه ويديهم هم بل يتحرقوا ماذا قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ربي سبحانه وتعالى نجاه نجاه من هذه النار سبحانه وتعالى وهكذا الله عز وجل ينجي عباده المؤمنين خاصة الأنبياء دعاة الناس إلى الهداية وإلى الإسلام إلى حديث آخر إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم إلى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر